اشتركوا في القناة ويقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية والعسكرية لعدد من معارضي سعيد إجراءات الرئيس التونسي وضعت نحو سبعين شخصية تحت الإقامة الجبرية منهم قضيان ونائبان بالبرلمان فضلا عن الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد وأصدر أيضا تسع عشرة إقالة لوزراء ومحافظين مقابل تعيني أحد عشر مسؤولا جديدا الرئيسة التونسية قالت إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع عضائه واستمرار العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين سعيد وصف المجلس النيابي بأنه كان حلبة صراع وسب وشتم وعنف وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترها متهما بعض الأطراف ببث الفوضى والشك والهلع من أجل ما وصفه بمحاولة إجهاض الثورة هذا وعد حزب قلبي تونس الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهوري انقلابا على الشرعية وتعليقا للدستور وتأسيسا لدكتاتورية جديدة على حين نقلت وكالة رويترز عن حركة النهضة أن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء الدستور محذرة من تفكك الدولة إذا استمر العمل بتدابيره الاستثنائية ترجمة نانسي قنقر